تفقد محافظ مطروح خالد شعيب بانطلاق فعاليات القافلة التعليمية لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية بسيوة وتضم القافلة نخبة من معلمي وموجيه المواد الدراسية على مستوى المحافظة بهدف الاطمئنان على مستوى الطلاب في مطروح قافلة متكونة من السادة موجهين المواد التعليمية والهدف منها الأساسي برضوه نحن نطمئ على مستوى أبنائنا خاصة في الأماكن البعيدة وفي الوقت نفسه يسد العجز لو فيه عجز في بعض المدرسين أو بعض التخصصات السادة الموجهين للقافلة التعليمية هم يسدوا هذا العجز من خلال الشرح المستفيد لأبنائنا وبناتنا داخل الروحة أنا تفقدت أن هذا القافلة التعليمية بكل مرحلها للشهادة الإعدادية والشهادة السنوية وسنة أولى وتنية سنوية ساعدت بهذا الإجراء وبشكر مدد التعليم والسيد وكيل مدد التعليم بمطروح وكل العامين معه على هذه الروح الطيبة ترجمة نانسي قنقر